لم يكن حضور إبراعة المحكمة الدولية سوى تطبيق حرفي لما أعلنه صباحا على غلاف صحيفة الأخبار فهو قرر أن يتخذ من المحكمة الدولية منبرا لاتهام المحكمة ومحاكمتها باسم الضمير والأخلاق وحرية الصحافة والسيادة الوطنية والمقاومة وروح القوانين وباسم قضيتنا المركزية فلسطين وبالفعل فأن فلسطين كانت مركز خطاب الأمين أمام المحكمة والمقاومة وضع حرزا على صدره والقانون كان أساس مواجهته فعند الساعة الرابعة عصرا بتوقيت بيروت وصل الأمين إلى المونتفردي ودخل القاعة المخصصة للتواصل مع المحكمة في لهاي عبر نظام المؤتمرات التلفزيونية من دون محام فهو قرر أن يكون محام نفسه وبعدما تلت المحكمة حقوقه عليه طلب الأمين بكلمة له أمامها فأكد خلالها أكثر من مرة عدم اعترافه بشرعيتها فهي منبثقة عن مجلس الأمن الذي لا يصدق به أي عاقل دوري هنا لم يكن بإرادة الحرة على الإطلاق بل هو أقرب إلى تنفيذ مذكرة جلب وهنا أنا أبلغكم اليوم بأنني لا أعترف بشرعية هذه المحكمة وهي مؤسسة اخترعها مجلس الأمن الدولي المؤسسة التي لم تضمن يوما سلامة العالم هناك أرض اسمها فلسطين لا يزال شعبها هو الوحيد على وجه الكرة الأرضية الذي لا يحق له تقرير مصيره بينما ترتكب كل الجرائم بحقه فلا يتحرك مجلس الأمن ولا تقام محاكم دولية لملاحقة مجرمي الحرب من الصهاينة كلمة الأمين قطعها القادي لتياري وهو الذي كان على علم بها ووصلته نسخة عنها قبل الجلسة أن وجودي هنا اليوم لا يعني مطلقا أنني أعترف بمحكمتكم تحدثت عن مذكرة توقيف ليس هناك مذكرة توقيف أنت تتحدث عن أمور لا تتعلق باختصاص هذه المحكمة نحن ليس لدينا اختصاص حول الوقائع التي ذكرتها عندها وبحسب الأمين فإن هواجسه كانت في مكانها وأكد أنه سيمثل نفسه والشركة في جميع الجلسات وسوف يلتزم الصمت دائما أبلغك أنني ألتزم بحقي بالصمت الكامل طوال فترة الإجراءات وأرفض توكيل محام للدفاع عني أو عن شركة أخبار بيروت وأرفض بشدة أن تفرض علي محاميا من جانبكم وسرعان ما دخل القرار حيز التنفيذ القاضي لتيري أنا أفهم كل هذه التصريع على أنها إقرار بعدم المسئولية وبعد دقائق عدة رفع الأمين الجلسة آمل أن يسمح لي بالعودة إلى منزلي الآن القرار لك أن تتمتع بالحرية الكاملة ما الذي تريد أن تفعله؟ القاضي لتيري على الأقل فلنخاطب بعضنا بالقول إلى اللقاء مغادرة القاعة جعلت المحكمة بقاضيها وفريق ادعائها يعيشون حال ضياع وكأنهم لم يتوقعوا خطوة كهذه وكيف لهم وهم لا يعرفون للحرية معنى بل وظيفتهم باتت اليوم قمع الحريات نتخذ تدبير لتعيين محامن بصفة مؤقتة أو بصفة دائمة حتى نتمكن من مباشرة الإجراءات فريق الدفاع ركز على ضرورة احترام قرار الأمين بعد تعيين محامن فطل النقاش بينه وبين القاضي ليطلب الأخير بعد جدال مطول تعيين محامن للأمين أطلب تعيين محامن لتمثيل المتهم ولمعاونته لأن ذلك يخدم مصلحة العدالة ويضمن محاكمة عادلة وسريعة وبعد تلخبط طال المحكمة بأسساتها المهتزة عبر خطاب الأمين وبأسسها القانونية الركيكة بعد مغادرته رفعت الجلسة إلى حين تعيين تاريخ جديد للجلسة المقبلة